يدرس فريق الوداد والرجال بضويين إمكانية الانسحاب من المشاركة في البطولة العربية المزمع تنظيمها مباشرة بعد المونديال احتجاجا على موقف السعودي تركيا الشيخ رئيس الاتحاد العربي من ملف ترشيح المغرب للاحتضان مونديال 2026 حسب ما كشفت عنه جريدة الصباح المغربية واستفز مستشار ولي العهد السعودي ورئيس الاتحادين السعودي والعربي لكرة القدم المغرب من خلال تغريداته الجديدة بحسابه الرسمي في تويتر وذلك بعد يوم واحد من زيارة مستشاره الخاص المغرب حيث وقع على عقود مشاركة نادي الرجا والوداد المغربيين في البطولة العربية للأندية المقبلة وينص أحد البنود في العقد المبرم بين الاتحاد العربي والأندية المشاركة على دفع كل فريق انسحب من المشاركة 500 مليون ما يفرض على الفريقين المغربية إن التفكير قبل اتخاذ أي قرار وحسب معلومات جريدة الصباح المغربية فإن اجتماعا سيعقد بالجامعة المغربية في الأيام المقبلة لدراسة كيفية الرد على استفزازات السعودي رئيس الاتحاد العربي من بينها إمكانيات الانسحاب من المشاركة في النسخة الأولى للبطولة العربية ترجمة نانسي قنقر